كم من الوقت يستغرق إلغاء تجميد حساب مصرفي؟ كثيراً من عملائي لديهم أسئلة حول المدة التي تستغرقها عملية إلغاء تجميد حساب مصرفي يزور العملاء مكتبي بعد أن يتم إعلامهم من البنك بأن الحساب مجمد يحضرون لرسالة البنك الرسالة مكتوبة كأمر تجميد رسمي ويصدرها المدع العام الاتحادي لسويسري ويتم توجيه الطلب إلى البنك بعد ذلك ثم يتم حضر المال سوف أريكم الأخطاء لأكثر شيوعاً التي ارتكبها العملاء مع الحسابات المصرفية المجمدة لا تفقد أموالك لا تسمح بأن يبقى حسابك المصرفي مجمداً لسنوات وسنوات سأشرح لك خطوة بخطوة كيفية إلغاء تجميد حسابك المصرفي خلال إطار زمني قصير مرحباً أنا إنزو كابوتو من سويسبانكينجلوييرز.com أنا أتحدث إليكم من بارادي بلاتس في زيوريخ عندما يتلقى العميل معلومات حول تجميد الأصول يقوم فوراً بالاتصال بموظف المصرف المختص وهو يفعل ذلك لإلغاء تجميد الحساب في نفس اليوم هذا هو نهج غير صحيح لماذا؟ لأنه في هذه المرحلة المبكرة لا تكون على كل علم بكل تفاصيل قضيتك أنت لست على علم جيد عن وضعك لذلك من المهم جمع جميع المعلومات بطريقة دقيقة يرجى توخي الحذر وعدم تقديم المعلومات غير الدقيقة إلى المصرف في حال كانت معلومات غير منسقة أو متناقضة يمكنك أن تفقد مصداقيتك هذا قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل لك ولحسابك الذي قد يظل مجمداً لسنوات في كثير من الأحيان يأتي العملاء إلى مكتبي على الفور بعد الاجتماع مع البنك لقد كانوا في وضع الصدمة ويأس وخيبة أمل وهم يسألونني لماذا لا يساعدني البنك؟ لماذا لا يحميني البنك؟ في معظم الحالات يتم تجميد الحساب لعدة شهور ولكن العميل لا يكون على علم بهذا حيث يأمر المدعي العام البنك بعدم إبلاغ العميل بشاء أمر التجميد يشعر العملاء بخيبة أمل كبيرة وهذا هو السبب في أنهم يأتون إلي ويطلبون مني العثور على الحل الأسرع وإلغاء تجميد الحساب مع البنك إنه خطأ كبير أن تلتقي بالبنك في هذه المرحلة المبكرة لن يقوم المصرف أبدا بالتصرف وألغاء تجميد الأصول وفقا للأمر الصادر من السلطات السويسرية حيث يكون البنك وقتها عرضة لإلغاء الرغص المصرفية ولن يقوم البنك بمساعدتك حيث لم يعد البنك صديقك بعد الآن فسلطة إلغاء تجميد حسابك لا تكون إلا بتحكم المدعي العام وليس البنك يطلب المدعي العام جميع وثائق الحساب المصرفي بما في ذلك تاريخ المعاملات في قدون 30 يوماً ما هي طريقة بإدارة الأمور؟ بعد إذ بدء سوف أتصل بالمدعي العام من أجل التحقيق في المشكلة في كثير من الأحيان هناك دائماً صلة بين التحقيق الذي بدأ هنا وما زال معلقاً في بلد موطن العميل أكثر الأنشطة غير القانونية التي يتم التحقيق فيها هي الفساد والأنشطة الاحتيالية والتي تشمل الرشوة، رسيل أموال، اكتساب النفوذ، التهرب الضريبي، الاحتيال الضريبي، التزوير، تزوير ضريبة القيمة المضافة، التلاعب في السوق، الاحتيال، التشغيل الأمامي، المضاربة في البورصة، امرار المواد غير المشروعة يبحث المحققون المتواجدون في بلد موطن العميل عن الوثائق المصرفية والأدلة الوثائقية الأخرى للحصول على وثائق البنك تقدم السلطات الأجنبية طلباً رسمياً للمساعدة القانونية الدولية والمواجهة إلى السلطات السويسرية يطالب المدعي العام للسويسري بإصدار مستندات الحساب المصرفي من البنوك في غضون 30 يوماً ماذا نفعل في الوقت الذي تقدم فيه السلطات السويسرية معلومات حساب مصرفي حساسة إلى المحققين الأجانب في الخارج؟ نحمي العميل عن طريق التأكد من أن السلطات السويسرية على أي حال لا تنقل وثائق الحساب المصرفي خارج السويسر لدينا مجموعة واسعة من الأدوات القانونية والخيارات والاستراتيجيات للدفاع عن العميل نحن لا ندخل في حرب ورقية مع البنك والمدعي العام نحن نفضل التفاوض على الطاولة وجهاً لوجه مع المدعي العام والسؤال الأكثر شيوعاً هو ما المدة التي تستغرقها عملية إلغاء تجميد حساب مصرفي؟ الإجابة دائماً هي نحن نريد أن نعيد أموالك تحت سيطرتك بأسرع وقت لدينا سجل ناجح من مئات الحسابات المصرفية التي تم إلغاء تجميدها لعملائنا الدوليين إذا كنت تعتقد أن شيئاً ما قد يكون خاطئاً في حسابك المصرفي فيمكنك الاتصال بي على الفور الوقت حاسم، هناك فرق كبير إما استعادة أموالك أو البقاء دون أموالك مع التعامل معك كشخص مجرم من فضلك اتصل بي سريعاً واحمي أموالك كن ثرياً وبق ثرياً أتمنى لك يوماً جميلاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة